موسيقى صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في اولا بحب من منبر كتاب ومنبر الثقيفة ان عزة لبنان اكيد بكواده وخاصة بشعبه اللي بريء واللي عم بيزيد عدده على لاحة الحرب وايضا الارهاب وفينا نقول انه السقيفة ايضا هي نوع من المقاومة نوع من المقاومة اكيد المسلمة واللي عم نحترم استمراريتها بعبر التاريخ خاصة انه الكلمة بتبقى لمن بتسكت كل المدافع والانهبل واليوم بيفكرت كتاب فكرة مميزة لانه راح نكرم فيها الفنانين والقسامين والنحتين اللي قصن لبناني ولي شهرتن عالمية لانه لبنان ما بيقدر يموت لمن يكون فيه ابداع وخلق وايضا لمن يكون فيه كلمة وبحب ايضا اطلب من الشعب اللبناني اللي اكيد عم بيحس اليوم اللي نحنا عم نحسه بستوديو هالضروري انه نستمر مع انه كلنا عنا هالخيبة الامل يمكن هيدا حتى راحقول كلمة صعبة ولكن الارف من هالحالة ولكن الانسان جاي من النسيان ومن هيك كتا خير الله ممكن ننسى ونضلنا عم نقامن بالحياة واليوم حب استضيف بفكرة كتاب بكيدبتين يعني مهضومين صغار ولكن فعلهم كتير كبير كتاب رائع ومعرض رائع سيحكونا عنه اليوم اكتر نور سليمي أبي اللماء أهلا وسهلا فيك موزوكا هانتي فيك موزوكا هانتي فيك الحمد الله وماري تومب أهلا وسهلا فيك موزوكا هانتي فيك موزوكا هانتي فيك مبدعين ايضا وعم بتكرموا رسمين ومبدعين ايضا هيدا شي جميل جدا وحلو انه اليوم من بعد اللي صار اكيد الحدث المؤسف عم نرجع نحكي عن الفن اللي هو ما بيموت اكيدا قبل ما ندخل اكتر انه عرف المشاهدين على حضرتكن ندور خبرنا نعرف انه الخميس بـ 25 تشرين الاول راح يكون فيه تعقيع للكتاب الكتاب الغائع وايضا راح يكون فيه ضمن معرض لأكتر من مئة لوحة لأول مرة ينعرضوا بـ لبنان لفنانين ورسمين ونحاتين عالميين من أصل لبناني نزبوط خبرنا اكتر وقت عملنا هيدا الكتاب نحنا الهدف تبع الكتاب كان انه نعرف على فنانين اللبنانية وبتعرفي كغين انه وقت بتروحي على متحف وبتشوفي لوحة بتحسي بتحسي اكتر من ما اذا عم بتشوفي كتاب مشان هيك كان كتير مهم لقلنا انه نمضي هيدا الكتاب بضامن معرض لنفرجة للجمهور الفنانين اللبنانية وقدي شاطرين وقدي بعقده نعم ونعرف انه بيبدأ المعرض الساعة الستة والتوقيع الساعة الستة ببيروت اكزيبيجن سنتر نهار خميس بستة وعشرين تشرين اتنى خمسة وعشرين خمسة وعشرين صحيح خمسة وعشرين بدي اقول كمان انه يمكن حددك احتواقعي كمان بالسالون دوليف وبيدي اقول لكل المشاهدين انه لانه الثقافة والادب هنه نوع من المقاومة اكيدة السلمية والحلوة السالون دوليف امتبع اكيد ورح يبدأ بي ستة وعشرين وبرجعب ذكر المشاهدين انه لح تتبع مباشرة افتتاح السالون دوليفر فرانكوفان دبيروت من البيل الساعة الستة نهار الجوعة لكن الساعة الستة وعشرين حنكون على موعد سوا امتين رح تتواجعي على اياستاند استاند Virgin Megastore le 2 novembre الساعة سابق داكا وفيني اقول انه حضرتك من موليد بيروت سنة الارسومية وثمانة وسبعين نور سلامة ابي اللما ومتخصصة بمجال ادارة الاعمال واشتغلت بفرنسا ببريس وستة الالفان وثلاثة ارجعت على لبنين وايضا اشتغلت بمؤسسات عالمية ايضا ولكن سنة الفان وستة توليت منصب وديرت دار النشر اللي هو الولدتك رحية كتير كبيرة الى نادا رياض سليمي اللي هنه اصدرته كتبين سوا حكينا فيهون بكتاب سنة الماضي وسنة القبلة دريم هومس اف لبنون ودريم هومس اف لبنون ان بياند واليوم اكيدة ارت فوم لبنون الكتاب بجزء الاول اللي بتحكي فيه عن اكيدة رسمين وفنانين لبنينية وماري توم من مواليد بيروت لا ستراسبورغ لفرنسا سوري فرنسا من هيك جيت 2008 على لبنين لا بتحكي منيحة عربي ولكن ستجرب قدمة فيها انه تحكي معنا عربي ماري توم وحادتك بتخصصها بتاريخ الفن من الولايات المتحدة ومن كورتو انستويتوت اوف ارت بلندن ولكن متل ما قلت انه من سنة 2008 حادتك بلبنين عم بتشتغلي مع القلبة وجمعة اليسوعية وساهمت بعدد من المقالات عن الفن وايضا بتنزيم عدد من المعارض نور خلينا نحكي عن ارتوف ليبانون اليوم نقيت تقريبا ستين غسام وفنان من لبنينية الاصل من بين 1880 و1975 يعني اليوم عم تلقي الضوء على فنانين وغسامين من القرن السابق واكيد في جزء تاني راح نبقى نحكي عنه ليه حبيت تنتقلي من المنازل اللبنانية الى الفنانين اللبنانية؟ من كم سنين كنت بداي وحضرت معراض لفنانين اللبنانية ولحظت بهيدا المعراض ان ما كان عنده خبرة كفية وكمان الناس حواليه ما كان عندهن خبرة كفية على فن اللبناني نعم بقى قلت ومنشوف بغير بلاد عندهن متاحف وكتب ليعلموا ويفسروا عن فن بلدهم ونحنا معنا شي بقى قلت انه هيدا فكرة حلوة اذا بعمل هيدا الكتاب انا بتعلم وكمان الجمهور فيه يتعلم على فن بلده ويكون فخور ببلده ما في شك ما في شك ماري بعرف انه حضرتك بتخصصة بتاريخ الفن ما رأيك بالفن اللبناني خاصة انك انت تعلمت بين الولايات المتحدة وانجليترا وشو اضافي لك هيدا الكتاب اللي سهمت فيه يعني هيدا اول كتاب بتساهم فيك كاتبة ايضا صراحة برأيي في اشياء كتير عجبتنا وفيه اشياء وساط بالفن اللبناني بس بالنهاية الواحد لازم يشوف الكل وفيه قصة زوق كمان ما في شك انت على اي اساس بتختاري وتقولي انه هيدا الفن فيه ايمة اكتر من هيدا الفن من ناحية التقنية من ناحية الابداعية يعني الكرياتيفيتي او اثنين سوا يعني لا اكيد اثنين سوا اكيد وكيف في فنانين برأيك الفنانيين شهروا وكانت تقنيتهم او او موهبتهم مش كتير مهمة ولا واحد يعني كل اللي كانوا بجاننو نعم يعني وليم موجودين اليوم باكيد الكتاب اكيد حاطرب من الغيجي انه نتفرجينا اكيد الصور من بضع الفنانين ايضا هالا انا نشوفه على الهوا نور نعرف انه الكتاب عم تحكي فيه كان إلنا اكثر من ستين فنان لبنانى من 1880 ل 1965 على اي اساس اختارتي هال فنانين أولاً، نحن لا نقينيهم لواحدنا. لا نقينيهم لواحدنا. كان هناك ناس خاصة بالفن اللبناني، وهناك كريتيك دار، تصويريينز، غالوريست، كثيراً ساعدونا، كاننا نقل الفنانين الذين يمثلون أكثر شيء عن الفن اللبناني بهذا الوقت، يعني بأول نصف 20 سيكل. الكارن العشرين. وقد أخذ معكم هالكتب. أربع سنين. أربع سنين. كأربع سنين الشغل، التعاون بالشغل حضرتك أنت وماري. طبعاً، طبعاً. وماري، من وين قدرتوا تجيبوا كل هالوثيك؟ وهالصور للجسامين، وهالمعلومات عن الجسامين، لأنه في منهم مثل ما إلنا من 1885، وعم نشوف صور ملونة. أنا كنت مسؤولة عن التكست، كالشي كاتيبة. نعم. وحكيت مع الفنينين، مع العيلة تابعولون. إذا كانوا توافو نعم. إذا كانوا توافو. وليت، شي، تنين، تلاتة، أربع كتب. عنون. 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 ومقالات، طبعاً، عن الجالوريك، عندنا أرشيف كبيرة. نعم. وبعدين للصور. نعم. أنت اللي كنت عم تعملوا رشاش للصور. مضبوط. ما كان في أي أرشيف صور. بقى رحنا صورنا فوق السبعين مجموعة خاصة. لنقدر نجمع صور لكل فنين. نعم. لنقدر نفرجي أحلى عمل لقلو. نعم. وخاصة، أريد أن أذكر أنه بالمعرض اللي رح يبدأ لكي نهار الخميس بخمسة وعشرين. هذه اللوحات أول مرة بينعرضوا بلبنان. صح؟ يعني هيدا مثل إكسلوزيفيتي. مضبوط. رائعة لكل اللبنانية أنه يكتشفوا أعمال الرائعة كمان عن هالفيلم. نعم. المقدمة نور من الكاتب اللبناني الفرنسي العظيم الأكاديمي أمين معلوف. وأنا علما أنه أكيد بعرفه وهيدا شرف إلي. وبعرف أنه ما بيكتب منه مش مين ما طلب منه بيكتب مقدمة. كيف صار التعاون ولقبل يكتب عن الفن يعني. وانما أنه موضوع أدبي. أمين معلوف طبعا كلنا كتير فخورين فيه. تحية كتير كتير له. وأنا صار عندي حاز أنه أتعرف عليه. نعم. وحكيته عن الكتاب. وكان كتير يعني كتير حب الفكرة لأنه بيو كان فنان. ما في شك صح كان رسام نعم. كان رسام مضبوط. نعم نعم على الأقل الصحافة وكاتب. ماشي عاد. وماري منشوف أنه بأول كتب أيضا في مستراب الناقد الفني. اللي كمانا هيك عامل مثل لمحة عن كل الفنانين اللي أنتو كمانا حكينا عنن. شو أضاف هالنقد؟ يعني هو كانو جمع كل الفنانين بنص واحد. وكاتب التاريخ وشو اللين بين الواحد والتاني من الكرن التسعة و... تسعة عشر للواحدة وعشرين. نعم للعشرين بلتو عندكم معكم بأول. ونور بارف كمان. وتحية كمان إله كبير. أنا كتير بعزه وبقدر شو بيعمل. مسيو سيزار نمو اللي استضافته ومدامته ومدام شوب. اللي هني كتير عم بيقدموا للسقافة. من وراء أكيد كتبهم. وريكتو فيرسو مكتبتهم اللي كتير عم بيقوموا بمعارض وتوقيع كتاب. وحتى بنشاطات أدبية وثقافية حلوة كتير. حضرته كمان قدم لمحة تاريخية. حضرته كمان متخصص بفن التاريخ. كيف صار التعاون؟ وهلي حيكون فيه تعاون أيضاً معهم بهذا الكتاب؟ إن شاء الله يعني صار التعاون إنه كمان يعني أنا رحت عند كل الناس اللي بيخصون إنه عندهم اسم بتاريخ الفن اللبناني. اللي بيكتبوا اللي عندهم غالوري وكل شيء. وكلهم كان بديهون يشتركوا معنا بهذا الكتاب لنعمل شيء يعني أكتر شيء مزبوط ممكن لأنه ما في شيء مكتوب. ما في شيء فينا نكون أكيدين منه بتاريخ لبنان. نعم يعني هو أضاف أيضاً من معلوماته وثائفته بالموضوع. أكيد. فينا نقول أيضاً إنه يوم قدامهم معي وانور إن كون عم بتكرموا فن أولاً والفنانين اللبنانية ثانياً. علماً إنه في كم اسم يمكن أنا عم بشوف ملنين بقى ما بعرف فيهم يعني في أسامة أكيد معروفين وقرينا عنهم أو شفنالهم لوحاتهم. ولكن في أيضاً رسمين ونحاتين وخاصة أول نحاية لبنانية رح تخوين عنها أكتر. ها أول مرة منكتشفها من خلال الكتاب. مزبوط. الفن الفن جزء من ذكرة لبنان ونحنا كجيل جديد كيف بدنا نقدر بلدنا ونفهم أهميته. إذا ما رجعنا للناس اللي أول شي أسسوا وعطونا أشياء حلوين وبيعقدوا. وفي كتير اليوم اللبنانية ما بيعرفوا الفنانين تبعولهم. نعم. مثلاً أول مرة بتنحات اسمها سلوى رودا شقير. نعم. بركة تسعين بالمئة من اللبنانية ما بيعرفوا من هي. بس التيت بلندن هالسنة اشترى أعمالها. يعني إذا رحتي عالندن فيك تشوفي سلوى رودا شقير. بس هون بلبنان. ما بيعرفوا حتى أنا موجودة ومين بتكون. مظبوط. يعني هيدا للأسف. للأسف أنه عطول اللبنانية المبدعين عم بيبدعوا برات لبنان أولاً. وإذا عملوا أعمال غائعة بلبنان ما بيتكرموا هون. وما بيتقدروا بيتقدروا برا. لأنه من السوق الحظ ملهيين هون بأمور سيسية أمنية. يعني فيني نقول إنه عم بتاكل كل شي مقبيل الثقافة والفن. وهيدا الشي من ناشد من إنه خلونا نعيش وخلونا نفرح بالفن وبالإبداع. لأنه هيدا اللي بيبقى. يعني حياتنا قصيرة أصلاً. يعني ما بقف لي بيعملوا إنه هالحروب اللي عن جد تتجع بتعيد نفسها. وعن جد اليوم كانت فكرة بدي تكون رسالة للفن والسلام والأدب والثقفة. لأنه هو أهم شي بالحياة. عم بكفيه جزئتين عم بتحضروه. صح. عن الفن الكنتنبوران. اللي العصري. اللي كان الواحدة وعشرين. قمتين يعني عم بتشتغلوا بعض كون عليه. رح يتضمن تقريباً كم فنين؟ تقريباً بركي أربعين أم خمسين بعضه بالأول. يعني في أكتر يمكن. بركي في أكتر بركي في أقل. بس بعضه كتير جديد. يعني بعد ما منعرف لنقول مظبوطاً إن شاء الله. أكيد خلينا نمبسط بأول جزء أكيد. اليوم أنتو عم بتتعيونوا سوا. أكتشفتي لبنان أكتر وقتاً كنت هم بتعملين. شو كان شعورك؟ كان عندك هالفخر لأنتمائك للبنان. أكيد أكيد كنت كتير مبسوطة. وكل مرة بكتشف أشياء جديدة ما كانت أعرفها. وكتشفت كل تاريخ الفن في لبنان. يعني اللي ما كانت أعرفها. وحبة أعطي كل السقافة للبنيك لبنان. للعالم. للبنان والعالم. لبنان. نعم. وبتلاقي أنه في يعني الفن اللبناني بمثابة ومستوى الفن برا. طبعاً. نعم. طبعاً. أكيد. وعلماً أنه أنت متخصصة بتاريخ الفن. وكنت عم تقولي لي عنا أننا جينيوة مبديعة. ليه؟ خبرينا. أنا ما بتحب تخبر عن حالة بتحكي كلبتان وبتسكت. خبرينا عنه ليه مبديع؟ يعني كثير صغيرة بالعمر وعملت شغل رائع. ما أحداً قدر يعمله قبل يعني. نعم. إن شاء الله لكن أنا عمل لها كتاب بكرة. إن شاء الله. نكرمها فيه أيضا. نعم. وكتاب نكرمي كنولا. لأنه عطول عم بتفكري بيتكريم غيرك وهيداً شي رائع. خاصة إنه كما قلت بعمركم الصغير يعني يمكن بهيداً جيل الجديد. اهتماماته ما بتكون إنه يكرموا كبارهم. والفنينين للأديمة. ماكسموم إنه يمكن بيهتموا بالأمور اللي عم بتصير هلأ بوقتهم. وهيدا شي حلو كتير. شو هي نور العبرة اللي ممكن تكون خطية وحبة إنك تشركية من خلال الكتاب؟ هلأ هدف الكتاب وكمان هدف المعرض إنه نعرف الفنانين الليبنانية للجمهور. نعم. وأنا حلمي إنه نصير نطالب بمتحف بمتحف وطني يدم كل الفنانين الليبنانية. وأخيراً يعني نعملهم من قيمتهم. ونحنا نقدر نعرف أدي غاني بلدنا وأدي حلو وأدي عنا أشياء حلوية. أنا بقى كل حال بدوم صوتي لصوتي بقول إنه نازم الجيل الجديد يربع على هالثقافة. يعرف إنه الليبنان هو أيضاً نبع للإبداع وللفن وللثقافة. مش بس لصوء الحظ للحرب وللإرهاب. وبركي هيك أنا بلاقي إنه إذا بيتربع الجيل الجديد بهالهوح. الروح الفن والثقافة بيبعد كلياً عن الجو اللي بيقول فيه عنف. عن جد وإن شاء الله كمان هذا الشي طال السياسيين اليوم ويتفقوا سوى تا يرجع هالبلد مثل ما لازم. خلينا نحكي أكتر عن الخميس المعرض. بعث إنه تعيونته مع الكثير. وأهم شي سينا نقول إنه غيع هذا الكتاب وكل الأرباح بيروحوا لدار الأمل. اللي هو الأولاد والمعاقين أيضاً. كيف صار التعاون مع دار الأمل؟ لحبيت إنك كل الأرباح تعطيوني. أنا تعرفت عليهم بعملوا بياس دو تياتر وين عم بيدفعو على أحقوق المرأة. نعم. وكتير يعني كتير تأثرت. نعم. وكتير تعرفت عليهم وحبيت إنه أعطي الأعمل تبع هذا الكتاب البنفيس لحداً بأن أيتهم. نعم. وبعث إنه في كتير دي partonair مع كون مع مين يعني كيف قدرتوا تتحققوا هيدا الكتاب. وبعث إنه بالمعرض في يمكن ليس مهتمين. مزبوط. مزبوط. في كوريترز بالمعرض. سالح براكاتو نادين بكداش. كمان رسمو لنا المعرض. يعني لحت تكون عم تمشي بتاريخ الفن اللبناني. نعم. من 1880 إلى 1875. وكريم بكداش عمل السينوغرافي من سمية. حالو كتير. يعني حتى المعرض وفن بحد ذاته. مزبوط. نعم. نعم. ويعني أدي اليوم فرحتكم وفخركم كبير إنكم تقدروا تعطوا هالإنتاج. أصلا كتاب رائع يمكن أكيد قدرنا نشوف الكفر. الكتاب بحق ذاته هو تحفي. نعم. وتقيل. وحلو مثل العادة لأنه أنتم تعملوا أشياء جميلة. أصلا تعملوا أشياء جميلة. نعم. نعم. أدي اليوم فرحتكم كبيرة. وماذا اليوم رسالتك لكل هالجي الجديد؟ اللي قاعد يمكن أن يعمل شيء أو ليس مآمن أنه يعمل شيء بهالبوطن. أنا كتير فخورة أنه أنه عندنا كل هالإشياء. وهلأ لح يقدروا الناس يشوفوهن. هيدا من ميلة الفن. يعني إن شاء الله هالكتب وإن شاء الله هالمعرض يفتح عيون اللبنانية على الأشياء الحلوين. ويبطل يقشع الأشياء لمقلون طعمه. معكحة. على كل حال إن شاء الله. وما هي عندي كلمة أخيرة تحبت ذلك؟ تقول إنه رسالتنا مش بس للجيل الجديد بس هي لكل الأشياء الببنان. نعم. على كل حال ماري تومب ونور سلامي قبيل لمع. هيدا كانت فرحة كبيرة إلي إنه استضيفكم. نبدأ فينا صفحة جديدة معكم من بعد مقساة الوكأن. وإن شاء الله يعني هالمعرض والمعرض الكتاب الفرنكفوني يكونوا متل رسالة سلام وحضارة للبنان اللي عطول عودنا إنه يضلوا قوي ويكمل لأنه هيدا هي الحياة. شاء الله. شاهدين الكرام أنا بشوفكم نهار خميس مع مسي أغيليان الشوفاليه اللي هو رئيس مركز الفرنسي. أنت يحكي لنا أكتر عن السالون ديوليف وأكيد بكل معلومات الدقيقة. وخليكم معنا كمنا ابتداء من 26 ساعة 6 وربع. رح يكون عندنا مباشرة افتتاح المعرض. وكل يوم لنهار 24 التاني رح يكون عندنا مباشرة أيضا كل ليلة من الستة وربع إلى السبعة إلى الربع. طابعوني مع مؤابلات بهمة جدا مع كتاب عالميين لو كانت الظروف هيك جايين. مرسي وشوفكم نهار الخميس.